السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ الآن أصدقائي بالتست السادس من الوحدة الثالثة وحدة السلاسل في مادة الايكيو من هاج متروبول الكتاب الأول هنا لدي في هذا النوع من التمارين لدي العناصر أو الأعداد التي في الأسفل هنا تمثل عناصر السلسلة الأعداد التي في الأعلى يمثل ترتيب عنصر السلسلة أو موقع عنصر السلسلة يعني على سبيل المثال هنا لدي الرقم 10 يقع في الموقع الثالث الرقم X يقع في الموقع 70 الرقم 7 يقع في الموقع 2 وهكذا لحال هذا النوع من التمارين طبعا المطلوب هو إيجاد عنصر السلسلة ذو الترتيب 70 لحال هذا النوع من التمارين نستخدم القانون التالي عنصر السلسلة ذو الترتيب N يساوي إلى A الـ A هنا يمثل عنصر السلسلة الأولى أو الأول زائد B هنا يمثل مقدار الخطوة يعني نلاحظ هنا لدي أربعة سبعة عشرة يعني مقدار الخطوة دائما هنا زاء الثلاثة مضروب في الرقم N-1 N-1 هنا يمثل عدد الخطوات نلاحظ هنا لدي على سبيل المثال في الترتيب الرابع سوف يظهر لدي الرقم 13 هنا لدي هذه السلسلة الصغيرة تبدأ بواحد وتنتهي بأربعة نلاحظ لدي أربع عناصر للسلسلة بينما عدد الخطوات هنا واحد هنا اثنان وهنا ثلاث وبالتالي أنا دائما أقوم بطرح N-1 يعني هنا 70-1 وهكذا نبدأ الآن بتطبيق المثال هنا عنصر السلسلة الأول هو أربعة زائد مقدار الخطوة هو ثلاثة مضروب في 70-1 الآن بالشكل التالي أربعة زائد ثلاثة مضروب في 60-69 الآن أربعة زائد ثلاثة ضرب 9-27 ثلاثة ضرب 6-18 يعني 207 الآن بإجراء عملية الجمع هنا 211 وبالتالي الجواب هو E عنصر السلسلة بعد أو في الترتيب 70 في الموقع 70 سيكون 211 وهكذا في السؤال الثاني أيضا نقوم بإجراء العملية بالشكل التالي لديه أولا يعني قيمة X مع Y مطلوب هو عملية تجمع بينهما قيمة X تساوي A زائد B مضروب في N-1 هذا القانون سوف أطبقه بالنسبة لل X و لل Y في نفس الوقت الآن بالنسبة لل X القيمة الأولى المطلوبة الآن يمثل أول عدد في السلسلة هو اللي هو 5 زائد بمقدار الخطوة هنا يدي 5 هنا زائد 7 وهنا أيضا زائد 7 وهنا أيضا زائد 7 وبالتالي مقدار الخطوة هو 7 في N الآن عند X لدي هنا 40 ناقص 1 يعني 5 زائد 7 ضرب 30 39 يعني هنا الإجابة يعطيني 278 الآن قيمة Y Y تساوي أيضا 5 زائد 4 مضروب في 40 45 ناقص 1 يعني 5 زائد 7 ضرب 44 يعني هنا نحصل على القيمة 5 زائد 7 ضرب 4 هي عبار 28 8 بالإد 2 7 ضرب 28 32 بهذا الشكل يعني هنا أحصل على القيمة 313 الآن بإجراء عملية الجمع بين قيمة Y وقيمة X بهذا الشكل 3 زائد 1 3 زائد 8 يعطيني 11 1 باليد 1 هنا 8 9 5 591 وبالتالي الإجابة هي B في التمرين الثالث هنا يمكننا تطبيق القانون السابق ويمكن نحل بطريقة أبسط هنا لدي العلاقة بين 12 وال 40 علاقة معلومة بين 20 وال64 علاقة معلومة على سبيل المثال هنا لدي هذا الحد هنا 40 هي عبارة عن 12 ضرب 3 زائد 4 مثلا هنا لدي 64 هي عبارة عن 20 ضرب 3 زائد 4 6 الآن بشكل التالي الاربعة أو أخذ الواحد أي يكون الاربعة هي عبارة عن T وعفونا T تساوي T هنا تساوي 4 ضرب 3 زائد 4 يعني لدي هنا 12 زائد 4 تعطيني 16 إذن T هنا 16 أيضا Z هنا Z تساوي 3 ضرب 3 زائد 4 يعني 9 زائد 4 يعطيني 13 إذن هنا 13 أيضا مثلا Y Y تساوي 2 ضرب 3 زائد 4 يعني يعطيني 10 يعني لدي هنا 10 13 16 وبالتالي هنا ببساطة 7 يعني 7 زائد 13 زائد 13 زائد 3 16 وهكذا حتى الوصول لل 12 40 والترتيب 20 يقابل 64 الآن بجراء عمليات تجمع بين Y و T إذن Y هي 10 والT 16 وتساوي 20 26 والإجابة هي D يعني أوجدنا علاقة بين ترتيب عنصر السلسلة وعنصر السلسلة نفسه ثم وجدنا قيمة Y وT وقمنا بعملية الجمع في السؤال الرابع هنا اختفى حد السلسلة أو ترتيب السلسلة وظهر وظهر عنصر السلسلة ولدي السلسلة هنا 14 20 يعني هنا زائد 6 20 26 و20 زائد 6 مقدار الخطوة 6 الآن نفس القانون تماما يمكنني أن أطبقه لحساب ترتيب عنصر السلسلة ذر 152 العلاقة هي X تساوي A زائد B مضروبة في الناقص 1 الآن X معلومة هي عبارة عن 152 تساوي A أول عنصر من العناصر السلسلة واللي هو 14 زائد مقدار الخطوة واللي هو 6 مضروبة الN أصبحت هي قيمة X المجهولة ناقص 1 الآن 152 ناقص 14 على 6 هنا تعطيني X ناقص 1 الآن هنا لدي 138 ثمانية وثلاثين على 6 تساوي X ناقص 1 يؤدي X تساوي هنا لدي 138 على 6 يعني هنا 20 23 ناقص 1 أصبحت زائد 1 يعني يعطيني 20 24 والإجابة هي D في السؤال الخامس قبل البدء بهذا النوع من التمارين نلاحظ هنا أن مقدار الزيادة ليست عدد ثابت بل مقدار الزيادة بين عناصر السلسلة هي عبارة عن سلسلة العداد الطبيعية يعني هنا زائد 1 زائد 2 زائد 3 هنا زائد 4 بهذا الشكل يعني هنا السلسلة أو X ماذا تساوي تساوي الحد الأول زائد عناصر السلسلة 1 زائد 2 زائد 3 إلى القيمة N ناقص 1 طبعا ال-N هنا ترتيب عنصر السلسلة الآن هذا النوع من التمارين أو هذا النوع مثلا دائما نحتاج لاستخدام القوانين الجبرية جمع سلسلة العداد الطبيعية مثلا بالتطبيق هنا 4 زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد إلى N 24 N 25 ناقص 1 N 24 لأن هذا قانون أيضا في الجبر ماذا يعطي يعطي دائما عندما أريد استخلاص جمع سلسلة العداد الطبيعية أخذ الحد الأخير ثم أضربه بالحد الذي يليه يعني 20 24 زائد 1 والقسم على 2 هنا زائد 4 دائما وبالتالي بالشكل التالي لدي هنا 4 زائد 20 ضرب 20 25 على 2 24 مع 2 يعطيني 12 12 ضرب 25 300 300 زائد 4 تعطي 304 وبالتالي الجواب هو G في السؤال السادس هنا بنفس الأسلوب الذي قمنا باستخدامه في السؤال الخامس لدي القيمة X تساوي 3 زائد هنا مقدار الزيادة في هذه السلسلة 7 هنا مقدار الزيادة 7 ضرب 2 هنا مقدار الزيادة 7 ضرب 3 هنا مقدار الزيادة 7 ضرب 4 يعني الآن يجب أن يكون لدي بالشكل التالي 7 ضرب 1 زائد 7 ضرب 2 زائد 7 ضرب 3 زائد إلى 7 ضرب 1 الآن هنا 1 11 يعني 1 7 ضرب 10 الآن بإخراج 7 عام المشترك 3 زائد 7 هنا 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد إلى 10 هذا السلسلة تكتب بالشكل التالي 3 زائد 7 هنا x دائما هذا القانون أو هذه السلسلة 1 2 1 2 3 زائد إلى n تكتب بشكل التالي n في n زائد 1 على 2 وبالتالي هنا لدي 10 ضرب 11 على 2 هنا لدي 5 يعني 3 زائد 7 5 ضرب 11 55 الآن 55 ضرب 7 تعطي هنا 380 85 زائد 3 يعطي 388 88 وبالتالي الإجابة هي a في السؤال التالي لدي هنا بنفس الإسلوب تماما هنا مقدار زيادة هي زائد 3 هنا زائد 6 يعني 3 ضرب 2 هنا زائد 9 يعني 3 ضرب 3 هنا زائد 12 يعني 3 ضرب 4 وهكذا الآن بشكل التالي x تكتب بشكل التالي 1 زائد قوس 3 زائد 3 ضرب 2 زائد 3 ضرب 3 زائد إلى 3 ضرب الناقص 1 هما الآن 20 يعني 3 نضروب في 19 الآن نخرج الثلاثة عامل المشترك 1 زائد 3 هنا 1 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 إلى زائد 19 الآن هنا 1 زائد 3 هنا سلسلة تكتب الشكل التالي هي عبارة 19 ضرب 20 على 2 الآن هنا 1 زائد 20 على 12 يعني 3 ضرب 190 هنا 3 ضرب 190 يطلع 570 هنا زائد 1 يعطي 570 71 وبالتالي الإجابة هي A في السؤال الثامن هنا 140 أصبحت 137 يعني مقدار الخطوة ناقص 3 هنا أيضا مقدار الخطوة ناقص 3 هنا مقدار الخطوة ناقص 3 القانون المستخدم X تساوي العنصر الأول من السلسلة زائد مقدار الخطوة مضروف في عدد الخطوات الآن هنا العنصر الأول هو 140 زائد مقدار الخطوة هو ناقص 3 في عدد الخطوات لدي 20 20 ناقص 1 يعني لدي 19 خطوة الآن هنا لدي 140 ناقص 3 ضرب 19 هنا لدي 50 57 140 ناقص 57 يعطيني 83 وبالتالي الإجابة هي B في السؤال التاسع هنا لدي المطلوب هو ترتيب عنصر السلسلة ذو الرقم 38 يعني نفس القانون بالشكل التالي أقول دائما أن X هي عبارة A زائد B مضروب في الناقص 1 عدد الخطوات X يمثل عنصر السلسلة ولي هو 38 A هو أول عنصر بالسلسلة 154 زائد بمقدار الخطوة هنا لدي ناقص 4 من 150 إلى 146 ناقص 4 هنا ناقص 4 وبالتالي مقدار الخطوة هو ناقص 4 مضروب في ترتيب عنصر السلسلة المجهول هنا X ناقص 1 الآن بإجراء العملية الحسابية 38 ناقص 145 على ناقص 4 تعطيني X ناقص 1 هنا 116 على 4 تعطيني 29 إذن هنا 20 29 X ناقص 1 بنقل ناقص 1 إلى الطرف الثاني X تساوي 30 وبالتالي الإجابة هي G في السؤال العاشر لدي هنا 4 8 16 32 يعني هنا ضرب 2 هنا إذن ضرب 2 16 ضرب 2 32 بدي عنصر السلسلة في الموقع الثامن يعني هنا لدي المواقع 5 6 7 يعني هنا 32 ضرب 2 حتى صرنا بالخمسة هنا ضرب 2 حتى صرنا بال 6 هنا ضرب 2 حتى صرنا بال 7 وضرب 2 حتى صرنا بال 8 يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 يعني 2 قوة 4 16 يعني 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 الجواب X سوف تكون 30 32 ضرب 16 تعطيني 512 والإجابة هي G في السؤال 11 6 7 8 9 10 هو المطلوب اللي هو قيمة X ماذا يحدث هنا في القوة القوة يحدث فيها تناقص بمقدار ناقص 2 يعني هنا عند الأربعة سوف تكون القيمة 2 عند الخمسة تكون 2 قوة ناقص 2 عند الستة تكون 2 قوة ناقص 4 عند السبعة تكون 2 قوة ناقص 6 عند الثمانية تكون 2 قوة ناقص 8 عند العشرة تكون 2 قوة ناقص 10 وعند التاسعة عفوا عند العاشر تكون 2 2 قوة ناقص 12 2 قوة ناقص 12 يعني هي 1 على 2 قوة 12 وبالتالي الإجابة هي E السؤال الثاني عشر والأخير في هذا التست هنا نلاحظ في المواقع الفردية يعني في الرقم 1 و 3 يظهر دائما جذرة 3 يعني العملية هنا 2 جذرة 3 أصبحت 6 العملية هنا ضرب بجذرة 3 هنا 6 أيضا العملية هنا ضرب بجذرة 3 هنا 6 ضرب جذرة 3 العملية هنا مضروفة في جذرة 3 يعني نلاحظ عند المواقع الفردية يظهر لدي جذرة 3 بينما في المواقع الزوجية يعني في الاثنين في الاربعة في الـ X يختفي جذرة 3 الآن العملية هنا بين الثمانية أو بين الستة والثمانتعاش العملية هنا هي ضرب بثلاثة يعني عند الرقم 6 في المواقع الزوجية وعند الرقم 8 وعند الرقم 10 وعند الرقم 12 الآن أربعة لا يمكن أن تكون لأن الأربعة قيمة الـ X عند الموقع الرابع موجودة وبالتالي هنا أربعة لا يمكن أن تكون إجابة أما 6 أو 8 أو 10 يعني 12 تكون قيمة كبيرة لا يمكن الحصول عليه يعني هنا لدي كي أنتقل إلى الستة يجب أن أضرب بثلاثة ضرب بثلاثة أصغر من الـ 486 الآن ضرب بثلاثة يعني 9 ضرب 18 أيضا أصغر من الـ 486 الآن هنا ضرب بثلاثة يعني أصبح لدي 18 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 27 يعني فعلا هنا 7 ضرب 8 هي عبارة عن 56 7 ضرب 1 سبعة و12 لدي هنا 36 و30 يعني هنا لدي 6 ثمانية أربعة إذن عند الموقع العاشر سوف يظهر لدي 486 وبالتالي ترتيب الـ 486 هو عشرة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر